تحت رعاية وزيرة السياحة والأثار لينا عناب نظمت جمعية الأردنية للسياحة الوافدة مسيرة احتفالية بيوم السياحة العالمي 2018 إيمانا بأهمية السياحة للاقتصاد الوطني السير عبر الزمن من الماضي إلى الحاضر هو عنوان لنزهة ثقافية موجهة لقطاع السياحة والقطاعات الأخرى المساندة حيث ابتدأت الرحلة من دوار باريس في منطقة جبل الويبدي إلى منطقة العبدلي وهدفت المسيرة إلى الجمع بين قطاع السياحة والقطاعات المساندة الأخرى في حدث ممتع هدفه التعريف بأهمية السياحة ومقوماتها على الصعيد المحلي ووضع الأردني على الخارطة الدولية لتأخذ مكانا بين الدول الأخرى المحتفلة على لائحة منظمة السياحة العالمية ابتدأت نقطة التجمع والمسير باتجاه منطقة العبدلي في مجموعات يرافقها مرشد سياحي يأخذهم في رحلة في منطقة العبدلي انتهاءا بالبوليفورد حيث التقى المشاركون ببعض الشخصيات المؤثرة في قطاع السياحة بالإضافة لعرض مجموعة من الفيديوهات السياحية وإقامة عدد من الفعاليات التي تعرض المنتجات المحلية من الأطعمة وبعض الحرف اليدوية وفعاليات للأطفال نحتفل بيوم السياحة العالمي امتداد للأنشطة التي تنظمها الوزارة مع القطاع الخاص في الاحتفال في الشعار الأطلقته منظمة السياحة العالمية السياحة والتحول الرقمي الوزارة وهيئة تنشيط السياحة وكل الجهات تقاطع عملها مع العمل الوزارة والمجتمع المحلي في الأردن وكل دول العالم تحتفل في هذا النشاط وعرف دولي وتقليد متعارف عليه في كل العالم في دور واضح وبارس بتقوم في الوزارة والهيئة بالاعتماد على التكنولوجيا في الدعم السياحي خاصة أن هذا العام الشعار بعنوان السياحة والتحول الرقمي لأطلقته منظمة السياحة العالمية وهذا اندل على مدى اهتمام الأردن في نشر رسالة الأردن إلى كل مكان في العالم باعتماد على منصات التواصل الاجتماعي ورقمنة السياحة في تقديم خدمات الطعام والشراب والإيواء وحج التذاكر في الوقت الذي اختلف وتنوعت عملية الحجزات للمطلقية الخدمة من الذين يريدون أن يقدوا إجازاتهم في الأردن أو خارج المملكة توجهات الساحة اختلفت اليوم باعتمد على نمط رقمنة السياحة في عملية اختيار الوجهة السياحية وفي عمل الحجزات وفي عملية الدفع الإلكتروني اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر